السلام لبنات كديري اللبس عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله وعوش لكم بروكة وان شاء الله يا رب العالمين تكونوا بخير وعلى خير في هاد العشر الايام الاواخر من الشهر المغفرة يا رب العالمين كما كتشوفوا معي اليوم جيتكم فيديو جديد ليهو طريقة اعمل البغرير والنصائح اللي غادي ان شاء الله نقدمها لكم في هاد الفيديو ان شاء الله تتبعوا معنا الى اخر الفيديو ونشوفوا المقادير وطريقة التحضير ان شاء الله ان شاء الله بقوا معنا كما كتشوفوا معي هنا يا انا غادي نعبر معاكم بالنسبة الناس اللي بديعة جديدة غادي ندير الجوجن تاع الكيلات بهادو انتاع الفارينا وغادي ندير كيل واحد باسميدة يعني شحال ما عبرتوا الفارينا ديروا النص ديالها اسميدة على حساب كل افراد العائلة يعني على حساب افراد العائلة كما كتشوفوا انا غادي ندير هنا واحد الفاني اللي التنسيم يعني مشي ضروري هي بالنسبة للبنات اللي بديين انا نصحهم يعني ما يديروش الفارينا اللي فيها الجلوتين بزاف هديكا تصلح المسمن نديرو اللي خفيفة كنديرو بها الحلوة هكذا اه كنزيدو الملح كما كتشوفوا وتنزيدو الخمارة اللي درتها في واحد المعرق انتاع السكر والمدافية تتفاعلت وهي اللي غادي ناجن بيها ونبقى تنزيد الماء من خصني كما كتشوفوا في اللو كنديرو شوية جاري بحال هكذا باش ما كيتكتليش وديليا هدوك الكوتل ويصعب علي الحلان ديالها هير هكا نبقى نحل بيت ديها هكذا من اللول تنديرو جاري ونبقى ندخل الماء في العاجين ديالنا ونبقى تنحك مع السطح انتاع سطح العامل يعني هكا مع القصعة نبقى نحكها باش الحرش ديالنا او السميدة تترطاب وحنا كنزيدو في الماء اللول قبل ما نزيدو الماء مزيان بحال كي يبال لكم هاتشكل هنا يا كنحكو مزيان ودقى تنضربو بيت دينا وتنحكو في القصعة هكذا باش تولي هكا العجينة رخوة ومنتم ما عاد نبقى نزيدو الماء تدريجيا كما كتشوفو زيدو الماء تدريجيا وهي بشوية دخلو الماء في الطحين في الماء في العجين هكا باش ما يبقىش يطرش لكم العجين من هنا ومن هنا تدخلوهم زيان اعا تبديو عودك تتحكو من جديد المهم تما تبعو الطريقة كما الفيديو ركي يشرح راسو براسو كنزيدو الماء تدريجيا هكا حتى تبقى دوك الفقعد كيبانو لنا وحنا كنزيدو إلا كان عيننا ميزانا يعني الواحد تيخدم بعينو ميزانو إلا كان خاصوا لما غادي نزيدو ما كانش صافي غادي نكتافيو بهذا القدر هنا يا زناء شوية انتع الماء وصافي دخلناه في الخالطة ديانا وها هو كتشوفو في الصورة دوك الفقاعات يعني ما غاديش نزيدلو هذه صافي نكبو هنا را خدالي الوقت يعني أنا قصرت في الفيديو لكي خدالي الوقت يعني حكيتو مزيان هير هو قدرتو هنا يا في واحد البول اللي يكون صغير باشا كاي في الساعي يخمر كما كنشوفو هاد الجليدات هادو اللي كان نسد بيهم هاد البول عماليين مزيان خليتو من الليدل أحسن يعني من أحسن من البلاستيك الغيدائي لأن البلاستيك الغيدائي كنستعملوه كنرميوه هذا تنمشي وتنغسلوه هن تنرجعوه نستعملوه مرة أخرى كي يكون عمالي كما تشوفو هنا بالدينا تنخبزو قبل ما تنخبزو كنقولكم بلي أن المقلة ضروري ضروري تنديرها تتسخن زيان على البوطة وكنتديها للروبيني كباليها الماء في القاعد ديالها مشي من الداخل على برة وكعاد نخبز فيها عاد يعني ندير فيها البغرير على هاد الطريقة يعني ضروري من هاد الخطوة يعني تفوتو بيها وهنا كنجهدون البوطة مزيان باش هكا تيتقب لنا البغرير يعني بالخف يعني تيتقب مزيان ما نكونوش نقتل البوطة مجهدين عليها كي ما كنتشوفوها بدا تيتقب ما شاء الله علي يعني بدا يتقب البنات اللي كيتوحموا ولا سمحونا بزاف سمحونا مدوها مدوها شفق للسواب سمحونا بزاف الله يخليكم المهم البغرير ها هو بدا تيتقب كما كتشوفو البوطة مش جهدة انا واخرى كان نرجع كان هضر الهضراء بزاف يعني بتنعاود ولكن اللي هو وكان اعطيكم هاش شي من قلبي يعني كان بغي نشرح باش يعني ما تطحوش في الاخطاء يعني بزاف تعال الناس ما كيستقليهم ش البغرير هير هو ضروري كما قلت لكم اه الطحين كي يكون اه اللي ما فيش الجلوتين هادك اللي فيه الجلوتين زوين المسمان وزوين بزاف للخبز البغرير اللي ما تيصلحش كي بدي تيتلق هادوك بحال لاستيك وهكي ما ما تيجيش من الاحسن الواحد يدير بحالي خفيف اللي كان ديرو به حلوة ما تشوفو هنا البغريرات يطيب وحتى الطواجين ديانتا هو كي طيب اه اه ايو ان شاء الله نتمنى لكم يعني اه تكونوا يعني دوسوا اوقات زوينة فرمضان وان شاء الله المقلاة اه تفيتها في الماء يعني من لور كبت لها الماء ديالها هكي بشتو برد قعد نولي ندير فيها اه البغرير سوف نطلع البغرير يطيب كما تشوفو كيش هيك يجيب حل الشهده هو اللي بغيتو يعني تتحمرهم زيان من التحت إلا كنتوا غادي تتاكلوا في هاديك الدقيقة يعني كنتوا غادي تهديروا وتتدهنوه بالزيت ولا بالزبدة يعني كنتوا غادي تتديروا وتتدهنوه بالزيت ولا بالزبدة يعني حمروا خليوا شوية تحمر من التحت إلا كنتوا غادي تخليوا حتى المبعدوا تولي وتتسخنوا من الأحسن تخليوا هاكدك يعني ماشي أحمر بزاف هكا باش مين تمشي وتتسخنوا ما يقصحش معاكم ونبقاوا على هادي الطريقة حتى نكمله وهنا كما كتشوفو المقلاء اه انا كندير جوج مقلات هكا بالخف باش يعني اه الواحد في ساعة دغيا دغياها هكي يكمل اكتر الواحد فرمضاء كيكون عندو بزاف تاعة الحواج يديرها اه ومن ناحية المقالي يعني ضروري اه مشي ضروري عفوا ان تكون المقلاء يعني تفعل يعني اه اي مقلاء كتكون تقيلة كي يجي فيها البغرير على ما أظن يعني اللعيب ماشي في المقالي يعني اللعيب في يعني في العجين تاع البغرير وكيما كتشوفو ما شاء الله يعني البغرير ديانه راه واجد وجد كيما كتشوفو اه في الساعة دغياتها يوجد دغياتها يتخبز ان شاء الله يعني يعجبكم وكون عند حسن ضن ديالكم اه نتمنى الاخوان اللي مازان ما يشتركوا عندي في القناة يدخلوا ويشرفوني بالابوني واللي يدخلوا يديروا لي لايك وما يساوناش بالبرتاج مع العائلة هكا باش تكبر القناة ديانا وتكبر العائلة انت على القناة وباش نزيدكم نزيدو لكم الجديد ان شاء الله بحول الله نتمنى لكم اه رمضان كريم ونتمنى لكم عيد الفطر سعيد يا رب العالمين الى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى ملتقى اخر والى فيديو اخر ان شاء الله احبكم في الله وعيد سعيد يا رب العالمين الى اللقاء اخواني اخواتي مع السلامة اشتركوا في القناة